ترجمة نانسي قنقر شريفة انا عايز اخلف بتادي عدكة باززاي؟ مش بازر يا حبيبتي تخلي فيه اللعنى مش عكسك وبنتهي ياسب كده انت اللي بتهزر ليه لما الموضوع ده بيتفتح بتهرب منه مش عايز تتكلم شيء اهوه انا مش باهرب منه وشان عمرنا معادنا وتكلم نفتح ايوه ليه انا عمرنا فتحت الموضوع عشان دي مش حاجة انا عايزة مش حاجة انت عايزة وليه ما قلتش ده من الاول تانية عشان عمرنا ما تكلم نفده انتي لو عمرك مفتحتي من موضوع ده عشان ده طبيعي عشان نيس تتجاوز عشان تعمل ايه لعشان عايزة تخلي فايب لا مش موضوع طبيعي ده مش بصراحة ملا ما انت عادفيني ببيعفرتني وبرضو عشان ابقى عشرت بفاهمة دي مش حاجة انا طول عمري وصل لها انا بدي حاجة مؤخرة متى تقفل منها تماما بس من الاول ما كانش في اها بتوحي ان انا عايز عيالي يعني مش بصراحة مش حاس ان دي حاجة كنت محتاجة اقوله بصوت عائلي يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة فيها بتقول انا عايزة عيالي طول عمري ده مش لايف تايت واحدة عايزة عيالي ده مش بيت واحدة عايزة ده مش سلم واحدة عايزة عيالي انا ركب له ازاز يا سلمة اكيد مش دين نقطة انت فهمة يعني هم اناص دي ان كل حاجة فيها من اول يوم بتقول ان ده مش شخص عايزة عيالي صح؟ شريف انت شفت نفسك بتلعب ازاي مع عاش المصالح شفت بتبقى مفسوت ازاي وفعالي احنا بلعب، بلعب، لاعب بسعتين تلاتة بيروحوا الاهلهم مش عائل عندي 24 ساعة في ايه يا سلمة، انتي عملتي عبيتة انا عملت عبيت عشان احنا عارفين لما نفتح موضوع زي ده هنختلف فاحنا لاثنين طنشنا وصبنا هالوقتها أوكي، ده وقتها ده وقته، اللحظة دي؟ أوه بجد، عايز تكلمي في ده دلوقتي؟ شريف، أنا عايز تكلم مشي خلاص، يجب أتكلمي، يلا، نتكلم هل أتي متأكدة أنك عايز تبيقهم؟ فكرت في الموضوع كويس ولا نخلف حتى كل الناس تخلف؟ متأكدة مية في المية أنا عايزة بقهم ومش محتاجة أن كل حاجة تبقى ٤٠٠ حتى نخلف أو لو كل ناس متفكر كدة كان زي ما العالم نقرر لا، 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 عوش الناس ما بتفكرش أصلاً قبل ما تخلف بيلبسوا ويلبسوا عيالهم معاهم يعني كل بقول لنا حما تحجين نفكر في الموضوع قبل ما نعمل حاجة زي كده بس أوكي نفكر لحد إمتى ونبقى 40 سلم ما عرفش يا سلمة نفكر قد إيه يا بلنا تلت دايب نتكلم في الموضوع بتقولي حنفكر قد إيه لا موضوع هي خدوات ونتي دخل فيه زي القطر أنا مش فاهم إزاي أوكي شوف أنت عاستعمل إيه عشان أنا كمان أعرف أنا عايزة عامل إيه يعني إيه يعني إيه يعني إيه قوليلي بس معنا الجملة يعني إيه أشوف عامل إيه ولا عامل إيه اللي إنتي قلت إيه ده يعني مش عوضة لأعدة مستنية قرار منك ويا تعمل ويا ما تعملوش فهنا مخدش وقت في حاجة زي كده أفكر فيها خد كل الوقت لأنت محتاجه فكر ولما تبقى جهزة عليك كلم معي مش تمام حامل بس أنا مش هرتح الموضوع تاني مش تمام مش دين خلاص فرقة بس جملة بيخ تمام أوي تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر